اقدم لكم شباب بيت الست ساعات السلام عليكم شباب شخباركم ياكم مصطفى ورجعت لكم بالحلقة السابعة من السيرفر الجديد اعرف شباب ما منازل فيديو تقريبا صار لثلاثة يوم بس المقطع اليوم عبارة عن شغل اكثر من ست ساعات يعني مقطع اليوم تعويض عن السحبة من الثلاثة يوم اللي راح سوينا شيء اسطوري متأكد مية بالمية راح يعجبكم فقبل لانبلش بالفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناة واشتركوا بالقناة واشتركوا يلا ازكوا للأزفة قل لكم انه شيء اللي سويته كل خلف الكواليس يعني ست ساعات يعني تخيلوا انه تشوفون فيديو لمدة ست ساعات راح يكمله ما حد يكمله فلهذا كل خلف الكواليس ومو وحدي يعني فتشيء سويت فتشيء كلش حلاصة راح تشوفوه يلا جاهزين شباب بدون مقدمات ورب بدون مقدمات كلش متحمس ما تعرفون اش قد متحمس الفيديو اليوم شفتوه 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 لاحظة لاحظة خلاص شفتوه ما هذا الشيء بس ما راح يسوي الزوم هذا شباب بيتي الجديد اخ سوينا بيتي خيرا شباب بعد وداعا للكهف ولو الكهف مو وداعا وين هو الكيف مالتني هذي راح يبقى اه شو يا حلامة شباب ممنوع الدخول هنا حطيته لان مواردي كلها جوه هنا سويت دروع احتياطية يعني مثلا اذا متت ورسبنت مثلا متت بمكان بعيد فهنانا دروع احتياطية جاهزة تلبسن ودروع هنا آلة بتاع كله ايرون هنا هاي ادنا بوت سلايم هنا ادنا هاي حتى اوصل بسرعة ارجع ناب بلوكات هذي الدروع كاملة يابا هاي اللي دروع احتياطية خلين نسميها يالله بندوق المقدمات شباب جاهز يشوفوا البيت 3 1 اوكي هذا البيت ها 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 يابا صوف يالله المتابعين يريدون يشوفون البيت اقدملكم شباب بيت الست ساعات صارت ليل صارت ليل انام ونرجع اذا سوينا بيت معناها شنو بالحلقة الجاية الحلقة الجاية شباب زواج ان شاء الله خلاص انا شجيت متظر البيت وسويتها خلاص الحلقة الجاية احنا متزوجين ان شاء الله فيالله خلنا اخذلكم جولة دار ما دار البيت هذا من الامام ماكو باب امامي اكو درج ومنها اكو باب جانبي طب عندها تشوفون شغلات غريبة صراحة تشوفوها شوي شوي هذا من ورا وهذا جانبي شوفوا شلون هذا هو تصميم البيت تقريبا ثلاث ساعات للتصميم نفسه وثلاث ساعات للأثاث تعب تعب والله مو طبيعي بس صح تعب بس متونسين متونسين انا ومرتضى وحمودي خلي نبلش خلاص شباب خلي نبدي من هنا اول شي اول شي تلاحظوني شبابيك متغيرة شبابيك تنفتح وتنسد تنفتح وتنسد شباب عادي يعني تدخلوا للبيت بدل شباك اوكي هشالوحش ايش عده هنا هاي ايش عدك ببيت اطلع من بيتي لو 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 شباب هذا هذا والله قوي هذا مزعجين هذول مزعجين يضرب من بعيد شباب والله تلثقل ويمكن بعد لي ضربة اموت بس لاحظة جاء ايجا وراي ايجا وراي ايجا الوحوش موت موت اه اه اي خلاص يا مزعج بس غريب البيت امشمع مهم شباب خلي ندخل البيت اه ها عدنا قلنا شباك عدنا هاي عدنا هنه البريت هذا البريت اه شون هاي هاي ما حاطن شباب هاي ما ادري واحد من الشباب جايب لي شاي مادري الباب مختلف شي اكيد خلي شوفكم الحديقة الباك يارد هاي همو انا خليته هاي بالبداية هاي الحديقة شباب يعني هنه تريد تقعد العصر تشرب لك شاي فتشيه هنا هاي الحديقة الاسطورية عدنا هنه النافورة عدنا هنه زرع اوكي هنه نفس الشيه عدنا هنه باربيكيو ما شوي شوفوا هنه حتى شاوين لحب شواء كله شواء عدنا بعد شنو هنه كرسي اه سسمة مو كرسي هاي تقعد العصر قلتلكم تشربون شاي هنه تقعدون اوكي وعدنا اخر شي هذا المي وهذا الورد ها المناسبة جبت من منطقة مو بعيدة قريبة شوية جبت هذا الورد البنفسجي يمكن شافيها المنطقة جبت اه ههههههههههههها اي شوها شباب شعرين ملابس ملابس اي ملابس ما لبنية اوكي مهم جبت اه هذا الورد البنفسجي وجبت كمشت لي من الأشجار البنفسجية لانن يغير المنطقة عشان في المنطقة شون يسويها حلوة جبت كمشتلة حطيتهنا هنا عشان تقولولي هنا مو بيت الكركي شباب هيا هالمنطقة اول واحد سكن بيها هو اني فصار قبال بيت الكرة يعني مكان ماكوش يسوي هو تصميم البيت لازم يكون يجب نهاية مزدودة فخلاص شباب خلي ندخل للبيت خلي نصعد فوق خلي نصعد ها هاي مسالمة والله اختراعت نصعد فوق اول شيش قدني هذا السطح او البالكون او اي شي سوي ها بالمناسبة الفنس مختلف الفنس جديد هلا شوفكم البالكون شباب هنا عدنا مال تدريب مال ايم مال البو شغال شغال يعني مو ينكسر شغلو عندي بوتشان شوفتكم هسه عدنا مظلة من الشمس اهنان نقدر نقعد نشمس ها خاف واحد يقطش الدنيا حارة خلاص عدنا هاذه عدنا مشروب كريبر كولا اندر بليس سلايم سودا ها كلها مشروبات بس انا بالنسبة لي افضل كريبر كولا هاذا شباب طعمه رهيب عدنا هنو ميز مال بليارد مثل ما تشوفون الطوبات وكعبات هاذا صول هاذا هنان الطوبات بس تعرفون يعني ماليكرافت ما نبيه الدوار فشينهم مكعبات كلها مكعبات هنا الجيوب شوفوا ها كلها يعني هنا عدنا كيوبات تاخذتك كيوب اه شو اسمه تلعب باليارد عادوية جماعتك هنا طوبات مين بعد كلها مكعبات يعني هنانه تتونى ستة وجماعتك هنا هنا عدنا هاي المظلة من كامب فاير اذا تشوفون كامب فاير تسويها بس كلهم طافيات يعني ناتشونت وحدة نفس هاي بس انكسرت هنا غرفة النوم هاي الغرفة غرفة النوم خلي ندخل ايشوفكم غرفة النوم تتران تران دا تشوفون شباب الاثاث الاثاث اسطوري فتشو يقلكم يشو سويته بس عدنا هاذا السرير يشتغل ابو نفرين يشا ابو نفرين انا بصوف العلقة جاية رح يزوت اوكي اهنا عدنا كتب تعرفونا بصوف مثقف فدائما يقرأ كتب قبل النوم نقضاء يعني هاي بكتب اذا ما تشوفون عدنا هاي سمج غولدن فيش وضاء اهم مهنات تعرفونا بصوف ملتق اوكي انا عدنا الكمتور ماتي هاي قمصاني عسا حاليا انا نلابس نفس هاذا قدي هواي ملابساني مثل ما تشوفون بس انا هاذا الاحمر احبه دائما لابسي بس اذنى مولية ها اذنى مولية عفكرة هاذ مو بس شكل ينفتحي يعني خزانة تقدر تحط بي غراب خزانة رسمية يعني تقدر كل شي تحط بي بعد عدنا خلي نفتح هاذا الجرار هاشنو تشعجل شباب سده ها 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 هاشنو جواريب شباب جواريب اوكي هم خزانة نحط بيها شغلات عادي طبيعي جدا نا ايضا خزانة عدنا هنا تلفزيون وايضا كتبه بكل مكان ابصوف وثقف تلفزيون وجسمه ستلايت عدنا عدنا هنا ساعة الاسطورية من الفزونة هاي شوفنا الساعة بتلافة هي 24 ساعة ساعة بتلافة يعني ما تضغير هاي نهائيا كاربت اسود عدنا هاي الجهة شباب ما للمرة هاي مكان ما تزوجتي يعني هاي الغرفة مقسمة قسمة مقسم الي قسم للمرة مثلا عدنا هذا الكنتور هاي مالتها تشوفون هاي ملابس كلها ما البنات هاي هم بلوز وتيشيرتات نا عدنا احذية تيشيرتات فوق هاي شباب ما للمرة شوف عدنا هنا تقعد تحط مكياج تحط اطر هاي السوالة هنا ايضا 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 شي اسمها هاي انفنتوري تحط في يعني مساحة وساعة شوف جواب وهنانا ساعة بالغمسة وهنا ساعة بالثلاثة وجواك وساعة ما درا يمكن بالثنتين طيب هاي غرفة النوم قدنا هنا زجاج هاذا زجاج جديد يعني اسود تلاحظون الغرفة انه تخند الالوان الاسود والاحمر شبابيك هاي كلش حلو كل هذا بمود الاثاث خلا شوفكم شلون مود الاثاث شلون اجت على بالي هاي الفكرة قاعد اقلب انا مرات اقلب وهنا فلقيت اثاثه هواي يعني شوفوا هسا مثلا هاي الكراسي يعني بالعادة تضغط عشي لتريده ويقول لك شون تنصنع بس ظليت اضغط اضغط ما طلع لشون ينصنع يعني قلت خلاص هذا المود بس شكل لكن الى ان اتى المنقذ مرتضى رضاوي قلت لأكو مود اثاث بس ما قدر اسوي لكرافتنج شنو فائدته قل لي لا تقدر اسوي لكرافتنج وكان يدخل للسيرفر المنقذ مرتضى ويسوي هذا الشي هذا الطاولة شباب عبارة عن الكرافتنج تايبل مالمود الاثاث هاي الاساس يعني مثلا اه تفتحها لازم تحط لها كلاي وتحط لها الالوان الاساسية احمر اخضر وازرق صبغ يعني تخليها هنا وتسوي لها دروب الكلاي وهاي كلها ينزل وبعدها هذني كل هن تقدر تصنعها بضغطة زر بس كل واحدة يعني تاخذ موارد من الكلاي والصبغ على سبيل المثال خلنسوين مثلا كرسي كرسي ابيض هذا كرسي ابيض اوكي خلاص صار عدنا كرسي ابيض بها السهولة كرسي ابيض وشغال بها السهولة يعني مود الاثاف مود اسطوري وهذا خلي نخلي مثلا هنا ليش نذب خلي هنا امام الطاولة ما تقعد نين ينتي ها حلو البيت ما ازاف حلو البيت تعبنا باختيار الديكور المناسب بتعبنا بتجميع الالوان لانا الاخضر لازم تشوي صبار وكلي بالبحر وغرقة بالبحر المهم هاي كل شي حرفيا هنا حاليا نقدر نسوي اي شي شنو ليعجبكم اي شي موجود مثلا نسوي هاي فيديو كاميرا نخلي اه 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 نه خلاص صار عدنا على التصوير اه اه اوكي بس اعتقد بس بعد ما نام بالكهف نام بيتنا الجديد بيتنا الجديد وقريبا بصوف ما راح تنام بواحدك راح نزوج شواب في الحلقة الجاية ان شاء الله بس لحد الان ما لقيت ما لقيت ابنية مرة لقيت جبتها خليتها اوه راسبنا المزعج موت موت يا مزعج ما حسبك بعد نضعف وتكتنة اوكي مرة لقيت بالقرية ابنية فجبتها بالبيت خليتها قلت حتى ما اروح بعيد فمجرد طلعت من اللعبة ودخلت فاختفت اختفت ببساطة لأسف يعني والله كانت كلش حلوة جميلة بس لأسف اختفت هاسا ما لينة خلينا ندخل هاسا من الباب الجانبي اي شنو هاي هاي شنو سالفتها هاي الصينية خلن خليها مالة شاي قدنا طاولة قدنا طاولة لون خليها ويه هاي خليها يصير هنا يصير هنا لاحظة شواب شوفكم وتجو هذا احلى علم ليقولي ليش مش معنى هاي الالوان هذا العلم الوحيد اللي لقيته ندخل البيت من هذا الباب ونقدر من باب الحديقة ايضا خلن ندخل من باب الحديقة وتنترنتر هذا الباب اوكي نقدر ندخل منها ادي تنترنتر اقدم لكم البيت الاصالة او ادنا ودشي هاي الطاولة عليها هنانا اضاء لفالامب عدنا براد مي تعرفون واحد يعطيش يعني لازم يشرب مي اوكي اوكي اوش اسمه LCD مدري LED كتب 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 وكل مكانه بصوف مثقف ادنا حوض مال سمك هذا تشوفوه قدامكم بس السمك واقف يعني شباب للأسف ادنا هنا كتب ادنا صورة حمودي وصورتي وساعة شوفوه هنا صاعة بثنتين بس فوق الساعة مختلفة سبحان الله اهنا كلها شغال ها تقدر تقعد هنا على الكرسي تقعد بقنفات تقعد هنا شوفوه باي اي مكان يعني كلها شغال ادنا هاي الطاولة قزاز طبعا ادنا افلام اذا تشوفون يعني اذا تريد شغل نتفلكس مثلا ادنا ستار وورز اه افلام يعني منوع تريد تشغل اه مقطعي على التنفيزيون بكيفك انت حر بيوتيوب يعني التنفيزيون عادي ادنا صور اسا تقولولي ليش بش معنى اكو صورتك صورة حمودي وصورة مرتضى لعد ليش باقي الاعظامون شباب هذول الصور الاشخاص اللي يساعدوني بالبيت عدكم حمودي ساعدني بالتصميم الخارجي والبناء طبعا شباب من الصفر بيني انا حرفيا يعني بلشني قلت له حمودي خلي نسوي بيت عدك كشب قال لا قلت عدك قلت لا قلت له مش خنجمة رحنا للغابات حتى هسا نفتح الموب وين الغابات وين وين الواي بوينت شباب الواي بوينت تتقرون يمكن ما تشوفون اسمها اسمه دارك وود يعني ش اسمه غابة مال دارك ويمها غابة مال اوك وكل ما نجيب نجيب استاكات نجي نبني نحاز يعني نكتشفه احنا عدنا نقص فنرجع مرة ثانية اوك من الصفر ما كان عدنا ولا شي ساعدنا بي حمودي فهو اخذ دي صورة وانا اخذت له صورة وعلقتها بالبيت بعدين اجا مرتضى ساعدني بالاثاث فطقيت له صورة المرتضى وخليتها بالبيت فذولة صورة اللي ساعدوني شب هاي الصورة صورة عفوية جدا البيت ينقصى شباب مطبخ ومخزن وحمام يعني لو ادي مساحة والله اسويكم مخطبخ وحمام ومخزن مطبيع المخزن راح يصير يعني ان شاء الله بالمستقبل يصير جوال قاع اخو ما اظل الموارد يظلن بالكهف فاكيد جوال قاع اسوي مخزن بس مطبخ وحمام يعني مساحة ماكو شباب اللي يسأل عالصور رشون نقضت الصور اه ياب اخو كاميرا خلا شوفكم اشتون مثلا نقض صورة لا تع تتتتتتتتتتتت على هذا يلا بتسمي بتسمي اه نو بايبر ماكو ورق شباب فلاازم نحط بها ورق خلي نشوف منو امتة ورق اكيد رضاوا امتة ورق تن تن تلولون شوف التنقل السريع تنقل السريع بالسيرفر شباب ورق ورق بليس ورق اه قصب سكر اي شيء عده هنا شقر كين نحتاج يمكن بس تلاثق خلنفتح كرافتنج نسوي اياب ياب صار عدنا ورق خلاص هسا نقدر ناخد صورة هاذا الكاميرا كلش ايزي ايرون اه قزاز هاي على اساس ما للعدزة ردستون وزر وبس هاي عدنا ورق خلي ناخد صورة مثلا مثلا المناخد شباب ناخد هاي الدجاجة تعاية الدجاجة بتسمي بتسمي بها زور هاي هاي تقول عمصوف لا اصور عنيت خصوصية الاصورني تعال لحظة backstage والله اليوم الا صورة служب يلا بتسمي هاي التسق Suppose بتسق فنخلي مثلا اهنا هاي مزأجين ابتليع اه كافي اوكي خنكبر الفرايم هس اذا نخلي حاليا تطلع هيج الصورة صغيرة لكن اذا نسوي هيج اوكي شوف الصورة شكبرها صارت واشا نقدر بعد نكبرها بلا خنجرب اوماي جود اوماي جود شوف الصورة شكبرها هاي نقدر نشوفها منها اوكي معناها هنا دجاج هاي صورة الدجاجة والبيضة وراها وشب المهم يعني شباب الكاميرا هاي ناخد صورة شهد سخافة شباب اكو قرية هاي انجينير انجينير فيلج اني خليتها لنمود الانجينير اريد اشتغل بي بالمستقبل اكو بي شنو اكو بي يعني بنات زوجات خلنشوفهم هي قريبة 600 بلوك مقارنة بالغلايدر 600 لا شي يعني اقل الدقيقة التواصل احنا راح نوصل خلنروح يمكن اتذكر شفتلو يمكن واحدة حلوة بيها حتى ذا هاي هاي فوق وصلنا بس هادا عندنا جبل حتى ذا اذا لقينا واحدة حلوة ناخذها ويانا هاي القرية خلنشوف يا الله يا الله السلام عليكم شونك اخوي اوكي اش لابس ادي اش لابس فهمني اوهةة هلاةة مرحبة مرحبذة اختيات هاي Yeah هاي حتى ما جاي دور اهااااااااا هذا المرحله شباب وكى شونوا هي والله جميلة هاي صراحة اتعفيني مانو هاي ما روحت قدامي ما هزه وجودش افغيني وكى شون سالفتها هاي شو من ورا شعرها حلو بس وجيهها محلو انهنه طباخ ايا طباخ ااك اي بيضت فييدك هاي حلوة شباب بس هاي شو جنها محاربة هاي اذا ضاجت سرير سرير الله عليكم لو 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 والله ابلع والله ابلع سرير ما اكوووووونابلييلة مازائل فالكم نرجع للبيت النام ما بين احياaya ليراسبنون وحوش amiliar المراسبيدين او بي الله مستحيل انام والله نمت كفووو اذا نفتعل خريطة يعني انو بستكشف البنطقة هو pontos شوفوا هاي كلها مستكشفه اكو قرى يعني مناهopersع اردوخ يمكن نووليوم هاي hoy قرى مثلان أدنى هاي اقول قرى بالصحرا هاي وهي واحده يمكن هاي اليمني لا مو اليمنى هاي هاي وحده هاي وحده اكو قره هواي هاي وحده هاي هنا هم وحده فاقدر انه نطلع الماب بروح لاي قرية تعجبنا خلي نجرب نروح لهاي القرية اي اي اوكي اي اي ناقص خمسمية وين هاي قدامنا مباشرة خلي نروح لها حتى اذا شفنا زوجة حلوة نجيبها للبيع عدنا مرتضى اول واحد اتزوج بالسيرفر بشكل رسمي يعني وصارت عده ابنية هيمكن اوكي خلي نشوف هاي هلاو هلاو لا لا اريد غيرها اريد غيرها هذا ولد اوكي بليس يعني احضر 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 زوجة بيتر اخدها ااخد زوجة بيتر عدنه هنا لا شباب هاي لا توعن علي لش المو حلوة بوع اوكي بعد شعدنه هاي شفنا هاي هاي شون شهر ابتكتة هالصوة لقنا هاي واحده بس المشكله يعني اسكنها كلاسيكي جدا أهوائى كو من يمها لا ولد هل كلنا نشوف قرية ثانية أوكي وصلنا القرية الأخيرة والله شكلها شكلها يبشر بالخير لان امرتبة شوفوا شان قرية جميلة والناس عاداء خلين نشوف هااا شونكم ش.. شبابان شنـ والله ما تبشر بالخير القرية بسرخ كمون من الحلقة الحلقة جنو قرية الأخيرة سكانها بس ولد صدق جدد عدنا هنا بنية نفس سكن سلار عدنا هنا جنو كمون عدتها ملوتة فوقها ملوتة هاي شبابة اكلها بنات عدنا اي حلوة شباب والله هاي حلوة بس لازم ابو ما ادري اخذها لازم ابو والله ما ادري كتبوا لي بالتعليقات هاي واحدة هاي جلسة الفتاة هاذا اصلا يعني شبك لازم شباب يعني ماكو ولا واحدة عجبتني لحد الان خلف الكواليس ان شاء الله راح بعد اشتكشف القريات وان شاء الله ان شاء الله نلقاننا واحدة حلوة فان شاء الله شباب الحلقة جاي حلقة الزواج انتظروني في الحلقة القادمة شكرا على المشاهدة اتمنى اعجبكم هذا الفيديو اذا اعجبكم لا تنسون تقطون لايك تشتركونا بالقناة اما مش تركين تابعونا على انستجرام انستجرام بالدسكربشن ونشوفكم ان شاء الله بالحلقة القادمة السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 شكرا